اشتركوا في القناة يبقى كده عرفنا ان الياء لما بتكون متصلة بالاسم او الفعل الماضي او الحرف بتكون ياء متكلم اما لو فعل مضارع او امر هتكون ياء متكلم او ياء مخاطبة هنفرق بقى بينهم بحاجة واحدة بس وهي نون الوقاية لما نون الوقاية تيجي قبل الياء نعرف على طول ان دي ياء متكلم زي يعجبني الكتاب الياء دي ياء المتكلم لان قبلها نون الوقاية اكتبي الدرس هنا الياء ياء المخاطبة علشان ما فيش نون الوقاية اسمعي اسمعني الياء في اسمعي ياء المخاطبة اما الياء في اسمعني ياء المتكلم لان فيها نون الوقاية تكتبي تكتبني تكتبي الياء هنا ياء المخاطبة اما تكتبني الياء ياء المتكلم لان فيها نون الوقاية ودلوقتي ناخد امثلة علشان نفهم كل اللي قلناه كتابي جميل هنا هنشوف الاول الياء متصلة باسم ولا فعل ولا حرف هنلاقي انها متصلة باسم يبقى دي على طول ياء المتكلم ولما نيجي نعرفها هتبقى ضمير مبني في محل جر مضاف اليه لانها اتصلت باسم لي قلم جميل هنشوف الياء متصلة باسم ولا فعل ولا حرف هنلاقيها متصلة بحرف يبقى دي ياء المتكلم ولما نعرفها هتكون ضمير مبني في محل جر اسم مجرور اني مجتهد هنلاقي الياء متصلة بحرف ناسخ يبقى دي ياء متكلم ولما نيجي نعرفها هتكون ضمير مبني في محل نصب اسم الحرف ناسخ زارني صديقي هنلاقي ان الياء متصلة بفعل ماضي يبقى دي على طول ياء المتكلم ولما نعرفها هتبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول به والنون نون الوقاية لا محل لها من الاعراب اكتبي الواجب الياء هنا متصلة بفعل امر يبقى دي ياء المخاطبة ياء المتكلم هندور على نون الوقاية مش موجودة يبقى دي على طول ياء المخاطبة ولما نيجي نعرفها هتكون ضمير مبني في محل رفع فعل لا تلعبي الياء متصلة بفعل مضارة يبقى كده هي هتكون ياء المتكلم هي ياء المخاطبة هندور على نون الوقاية مش هنلاقيها يبقى دي ياء المخاطبة يعجبني الفصل الياء متصلة بفعل مضارة هندور على نون الوقاية هنلاقيها موجودة يبقى دي ياء المتكلم ولما نجي نعربها الياء هتكون ضمير مبني في محل نصب مفعول به ونون الوقاية لا محلى لها من الاغراب كأناني القمر الياء هنا متصلة بحرف ناسخ يبقى على طول زياء متكلم ولما نجي نعربها هتكون ضمير مبني في محل نصب اسم الحرف ناسخ ونون الوقاية لا محلى لها من الاغراب ناخد بالنا ان احنا ممكن نقول كأني القمر أو كأنني القمر إني مجتهد أو إنني مجتهد هنا نون الوقاية ممكن نضيفها أو نشيلها إذا اتصلت يا المتكلم بالحرف يبقى كده ناخد بالنا ان يا المتكلم بتمسك في كل حاجة أسماء أفعال حروف أما يا المخاطبة بتمسك في الفعل المضارع والفعل الأمر بس وعلشان نفرق بين يا المتكلم و يا المخاطبة في الفعل المضارع والأمر ندور على نون الوقاية ونون الوقاية بتيجي مع يا المتكلم وبكده يكون درسنا انتهى ويرب يكون سهل وبسيط لو عجبكم الفيديو دوسوا اعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وشاركوا الفيديو ده مع صحابكم علشان يستفيدوا منه ومع السلامة وفرعية الله